اهلا بيكو في يوم جديد من ايام رمضان النهاردة هعمل لكو فطاير صغيرة اللي هي القطايف وحلو هعمل لكو فطاير بالفراولة وبالشوكولاتة وهعمل لكو عصير عصير طفاح او كركديه او كركديه بالطفاح الاثنين مع بعض هعملوها لكو بطريقة حلوة قوي وحنعمل دلوقتي الفطاير بتاعتنا بالطريقة دي انا جبت قطايف جاهزة هي مش جاهزة انا اللي عملتها علشان برضو وقت البرنامج انا وريتكو قبل كده في حلقة قبل كده ازاي نعمل طريقة القطايف المرة دي هنعملها قرطقاراتيس كده بالطريقة دي علشان هنحشيها بالشوكولاتة والفراولة هتقفليها كده بالطريقة دي وتحطيها في الزيت هنقليها في الزيت طريقة دي وبعد ما احنا بنقليها هنعمل الشوكولاتة بتاعتنا اللي هي الكريم جاناش اللي هي بتبقى تقيلة كريمة بالزبدة والكريمة اللباني شوكولاتة خام زي ما انتوا شايفين معانا شوكولاتة خام وزبدة وكريمة لباني وحنحطهم على النار علشان تبقى تتماسك مع بعض تسيح الشوكولاتة مع بعض مع الزبدة ومع الكريمة اللباني وحتبقى جميلة جدا كده بالطريقة دي هنعمل كل الواحدات بتاعتنا وهنحطهم بعد كده برشة سكر بودرة دي بعد بعد مش مشكلة هنعملهم كده قراتيس سغنانة وتحطها تحطيها مع بعض بعد كده سخنة او سقعة زي ما انت عايز كده انت طبعا القطايف سهلة جدا هتتعامل وتتأول حاجة انك انت تعمليها في القطايف انك انت تخليها مضغطية علشان لما بتنشف ما بتنفعش تتلزق من الجناب وما تقدريش تعملي الحشو التح فاحنا ايه لازم نخلي بالنا ان احنا ينبل الفوطة بتاعتنا نبلها بالة خفيفة عشان نحط عليها القطايف نغطي بيها القطايف عشان تقعد كده تبقى من الدية وتبقى طرية وتقدر العجينة تمسك مع بعض كده بالمنظر ده هشوف دلوقتي كم واحدة كده تلعت نطلع دي كده نطلحها كده هنطلع حبة بحبة كده مش عايزين نخليها طبعا تبقى غمقى قوي وهي العجينة بالنسبة لي سهلة جدا هي مية وحتحطي عليها دقيق وزي ما قلتلك ممكن انك انت تخليها تبقى محبحبة كده هو تطلعي فيها تحطي منها ماء مية سودا فانتي ايه بالنسبة لي انك انت اي وقت انت فاضي فيه تعملي قطايف ما كانش تشتري من عنده بتاع القطايف بتاع القطايف والكنافة بيبوا جاهزين طبعا وفيه كمان وفيه كمان عندنا عندنا الكنافة بتتعامل طبعا عند نفس الراجل يعني فهو ايه الواحد يجيب القطايف الصغيرة دي انا بالنسبة لي الدقيق رايق والمية رايقة فالواحد يعملش ليه القطايف عنده في البيت اهيه وفيه طبعا في الايام بتاع رمضان طبعا بتلاقي ناس حطينها في الفريزر بتجيب فراش وتروح حطها في الفريزر بس دي اول ما تطلع من الفريزر لازم تروحي اول ما تسيح تروحي استعملها على طول لانها ساعات بتبقى المية كتيرة فيها وما تنفعش ما شاء الله العجينة بتاعتي طلعت نجحة وطلعة رايقة وجميلة والقراطيس حلوين نكمل كده معنا في نفس الوقت بقى انا هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه هحط دي بس وهوريكم ازاي هنعمل الكريم جناش او الشوكولاتة اللي هي هتبقى تخينة وجميلة وتغنيكي عن اي شوكولاتة انت تشتريها هي شوكولاتة خام وتروحي مسكاها بالطريقة دي اللي احنا هنعمل ادي الشوكولاتة الخام اهي هتحطيها زي ما هي كده وهتحطي عليها الكريمة اللباني ما شاء الله الكريمة هي حلوة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يلا بقى ما احنا في رمضان هنروح مولعين عليها نولع عليها كده بشويش ونخليها بشويش تسيح مع بعضها يعني هنسيبها كده تسيح هتعملي كده ونعمل تاني نعمل شوية حلوين كده علشان ايه نعمل طبق حلو جميل نقنق فيه من الفطر للصخور تمام هنعمل كده كمام تاني اهو قرطاز حلو حاولي ان كنتي ايه اهم حاجة عندي ان كنتي تعمليها كده وشها هو اللي يبقى مفتوح علشان نعمل نحط فيه الحشو بتاعها هتحشيها طبعا الشوكولاتة وهنقطع الفراولة حتة صغيرة او حتة زي ما انتي عايزة تحطي نص الفراولاية عليها او حتة الفراولة عليها ونرشاها بالسكر حتى يعني ايه اه الواحد يكون ايه عامل شرقي مع غربي كده مع بعديهم شوكولاتة بالفراولة ومعهم القطايف برضو الواحد ينوع والواحد يبقى على صفرته كده حاجة جديدة تمالي الواحدة عايزة تباها بالحاجة الحلوة اللي هي عاملاها على صفرتها في رمضان كده كده تمام حلوة قوي كده يبقى احنا خلصنا القطايف بتاعتنا كده نعمل دي برضو ممكن دي اهي كمان كده اه هي كده نعملهم كلهم كده هنشيل ده اهي طبعا بشويش وتشيديها بشويش كده يبقى احنا خلصنا القطايف بتاعتنا الجميلة اللي هي عملناها قراطيس ومش هنعمل حاجة فيها غير ان احنا ايه هنقلب دلوقتي بشويش بشويش الشوكولاتة ونشوفها اذا كانت ايه ساحت شوية شوية بسا قدامها شوية بس انا عشان برضو ايه ما تلزقش لازم ايه عشيك عليها ان هي ما تلزقش تحت بسا شوية حبه حبه كده حبه 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 كده شوية ونجيب ايه بقية القطايف وحشلها من هنا النهاردة قلتلكم هنعمل ايه العصير هنعمل الكركديه وهنعمل معاه التفاح عندي الكركديه والتفاح والسكر مع بعض هنروح حطينهم هنعمل الكركديه عادي في المية السخنة هحطه في الحلة وحنعملوا نفس الحاجه زي ما انا معرفوكو غلطوه بالشاشه هنربطه فيه ونحطه في المية وهنعمل معاه التفاح هقولكو هتتحط ازاي هنطلع بس دي كده نسه كمان شوية دي ندوبها برضو شوية كده اهي ساحة الشوكولاتة هتشوفو اهي الشوكولاتة اهي جميلة ابتدت هي تسيح ابتدت ان هي تاخد اللون هتتقل وبعد كده تخش عليها بالزبدة بقى كمان وتجمد وتبقى كريمة تحفى فاحنا لازم بقى ايه لما هنعملها هنخليها تهدى علشان تبقى ايه جمدة كده ونحطها ونروقها ومية مية ساويني بقى نشيل دول كمان كل سنة وانتو طيبين مش عايز اقولكو طبعا عاش الواحد صايم بيتفرجوه صايم وريقو يجري اهو كده اهو يبقى احنا خلصنا وعفلنا على الزيت بتاعنا خلصنا كده القطايف بتاعتنا وعملناها كلها لونها متجانس وحلو وهنا دلوقتي الشوكولاتة هنروح حطين عليها الزبدة ونسيبها مع نفسها كده اهو حلوه كده وحنحط الزبدة لازم تكون سايحه كده معلقتين كبار بس مش هتحط كتير حلوه كده مجال تتنى ما علقتين كبار باروحه من عندي رمضان بقى و الواحد ايه او ممكن لو زبدة سايحه الواحد هايز يكلها الواحدة بس كده تمام وكده يبقى عملنا الكريم جناش بتاعنا اهو شكولاتة جميلة عايزة تحطي زوديلها شوية سكر طبعا أنا مش هقدرها دقها دلوقتي بس هي كده كويسة مقدرها تجمام ونطلع فاصل ونرجع عشان نكمل معاكم العصير